شهدت وزيرة تضامن الاجتماعين فين القباج توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة اي اف جي هرمس للتنمية الاجتماعية ويهدف البروتوكول لمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للأسر في قرى الريف المصرية وذلك عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية تشمل تنفيذ اعادة تأهيل 120 منزلا والتي تم رصدها من خلال مبادرة حياة كريمة في منطقة الدير القديم بمركز اسنب محافظة الأقصر وكذلك تنفيذ خط طرد للربط بين محطة الرفع لمياه الصرف الصحية لمنطقة النجع الفوال والعمارات المجاورة لها ننطلق في شراكة مؤكدة ومعززة مع مؤسسة إياب جيرميس من المؤسسات النكحة والصاعدة ونحن نشجع جدا الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالتحديد مع المجتمع المدني بشكل عام لكن المؤسسات لها طبع خاص عندهم فكر تنموي عالي جدا وفي نفس الوقت عندهم مناجية عمل وفكر اقتصادي نجح الشراكة مع وزارة التضامن مهمة جدا لأن وزارة التضامن ومبادرة حياة كريمة بتسهل كل الإجراءات اللي احنا كقطاع خاص أو مؤسسة تبع للقطاع الخاص بنبقى محتاجين الإجراءات دي انها تتسهل وتبقى سريعة علشان احنا كقطاع خاص عندنا سرعة في الحركة فالشراكة دي مهمة جدا بالنسبانها لأنها هتزلل كل العقبات اللي هي ممكن تقابلنا